بسم الله الرحمن الرحيم الان introduction what are drugs ايش هو لدرغز الدرغز are strictly defined as chemical substances that are used to prevent or cure diseases in humans animals and plant اذا هو لدرغ كتعريف انه هو chemical substances مواد او مركبات كيميائية that are used to prevent or cure diseases اذا هي تستخدم حتى انها تمنع المرض او انها تعالج المرض في الانسان او الحيوان او في النبات the effective of a drug is its pharmacological effect on the subjects for example its analgesic or beta blocker action اذا الاكتيفتي للدرغ الاكتيفتي للدرغ is its pharmacological effect اذا الاكتيفتي للدرغز هو بيجي بيكون من ناحية pharmacological effect الانسان او الحيوانة لدرغز The activity of a drug is its pharmacological effect on the subject, for example, its analgesic or P-beta blocker's action. إذن الـ activity من هذه السبستانسي أو الـ chemical substances, الـ activity إلها ابتقاس بالـ pharmacological effect. كدش إلها فاعلية في الـ pharmacological. طيب. الآن Drugs act by interfering with biological process, so no drugs is completely safe. إذن الـ drugs يقاس بأنه فيه إلو biological effect في الـ biological effect أو الـ biological process. So no drug is completely safe. وهذه نقطة مهمة إنه ما في عندي أنا أي علاج بحكي عنه إنه هذا completely safe أو 100% safe. لكن فيه ممكن يكون إلو effect عالي وتوكسيسيتي أو اللي هو side effect منخفض. في هاي الحالة إنه الجسم ممكن يأخذ هذا الدراج ممكن يتعامل معه وفي بعد الانتهاء من هذا العلاج رح يعمل الجسم هو recovery ويتخلص من السمية أو يتخلص من المركبات اللي ممكن تشكل سمية على الجسم. إذن الـ drugs act by interfering with biological process. إذن تفاعل الـ drug بعمل تداخل مع الـ biological process اللي هي العمليات الحيوية اللي بدخل داخل الجسم بعطيني effect. لكن بعض الأحيان بيكون الـ effect هذا positive بعض الأحيان بيكون الـ effect هذا negative. لما يكون بعض الـ positive معناته بيكون إنه أنا في عندي activity. إذا كان negative معناته إنه الـ drug هذا ما فيه إلو safety أو بيكون فيه إلو age toxicity. بمعنى إنه العلاجات كلها حتى السيف حتى اللي بيحكي إنه هذا سيف إذا كانت هذه العلاجات أخذت بشكل excess إنه في شكل زائد على الحد إذن راح تسبب poisonous إذن راح يكون في إلها نوع من السمية. For example, l-overdoses of paracetamol. الـ paracetamol اللي هو يعتبر من safe drug صح؟ فالـ overdozes من الـ paracetamol can cause coma أو ممكن إنها تأدي إلى death أحيانا. إذن ما في عندي أنا أجي أحكي إنه خلص هذا العلاج هو completely safe or 100% safe. إذن العلاجات كلها في إلها toxicity، العلاجات كلها فيها side effect أو فيها يعني نسبة من اللي هو toxicity أو اللي هي تكون unsafe. بعض الأحيان الناس تجيب تحكي إنه في عندي أنا المركبات الطبيعية أو هذه المركبات طبيعية وهذه المركبات صناعية. في الحقيقة لما نتكلم إحنا عن مركبات طبيعية هي صح مستخرجة من نبات أو أصلاً من الطبيعة لكن هي لما نرجعها إحنا للأصل إحنا نتكلم عن مركبات كيموية. لكن إيش؟ في الطبيعة هي بتكون بتراكيز قليلة جداً فلما يأخذها الإنسان ممكن يتحقق له الـ pharmacological effect ويتحقق له نفع وتكون side effect أو toxicity إلها قليل. لكن إذا أنا أفرطت فيها بأنه والله هذي من المركبات طبيعية هذي ما بتعمل حاجة. لا ممكن إنها تكون إيش المردود عكسي وتعمل toxicity وتعمل مشاكل إحنا في غناء عنها. Furthermore, in addition to their beneficial effect, most drugs have non-beneficial biological effect. إذن, furthermore, in addition to their beneficial effect, most drugs have non-beneficial biological effect. اللي هو إحنا ميسميه side effect أو اللي هو الـ undesired effect. الأشياء اللي إحنا أو الـ effect الغير مرغوب فيه. طيب. الآن مثلاً في عندي أنا الـ aspirin, which is commonly used to elevate headache. طيب. الآن الـ aspirin إنتوا عارفينه إنه ممكن هو في العادة يأخذوا للناس اللي معهم صداع. كانوا في الأول يأخذوا الناس اللي معهم صداع. may also cause اللي هو الـ gastric irritation and bleeding. إذن ممكن هو يأخذ تكيور اللي هو الفيفر أو الهدك. لكن ممكن يعمل إيش يعمل gastric irritation أو ممكن يعمل a breeding. إذن هو relieve للهدك أو cure للفيفر أو get rid of اللي هو الـ acne. لكن في هدولة هو صح هذا المركب أو الـ aspirin. هو صح إلو beneficial effect أو إلو ecological activity. لكن في المقابل هو إيش بعمل؟ بعمل gastric irritation أو ممكن إنه يعمل depleting. The non-beneficial effects of some drugs such as cocaine and heroin are so undesirable that the use of these drugs has to be strictly controlled by legislation. these unwanted effects are commonly referred to as a side effect. إذن هذي اللي هو بعض الـ non-beneficial effect أو اللي هو الـ undesired effect ممكن إنها تحدث في بعض العلاجات. مثلاً اللي هو في السابق كانوا يتخدموه الكوكاين أو الـ heroin. لكن وجدوا إنه بصير فيه زي اللي هو عملية الإدمان على هذه المركبات. لهذا السبب مؤوقفوا استخداموه. طيب. زي ما إحنا شايفين إنه في البداية كان هو يستخدم كالعلاج أو ترليف الهدك. صار في عنا اللي هو ديليتيد بيبلز في عنا إليفيتيد في الـ heart rate في عندي الـ upset stomach يعني صار يعمل مشاكل كبيرة وأكثر شيء أكثر يعني side effect إنه بيعمل adulteration إنه بيعمل اللي هو إدكتد إنه بيخلي الشخص مدمن على هذا العلاج أو على الدراج. إذن الآن برضو شغلة أخرى بالنسبة للتعامل مع الدراج إنه إذا كان في عندي أنا الـ over usage. إيش يعني الـ over usage؟ إنه أنا أستخدم الإلاجات هذه على الطالع أو على النازل أستخدمها بشكل متكرر أستخدمها على كل شيء. إذن أنا ما بعطي للجسم فترة يعني سماح أو أعطي للجسم فترة إنه يقدر هو يبني جهاز مناعي من ذاته يعمل قاوم أو يعمل مقاومة. إذن هذا الأحيان كان result in the development of resistance. إذن هنا بيعمل تطور للممانعة. الممانعة لدى مين؟ إما الممانعة لدى الشخص نفسه أو الممانعة لدى المايكرو أورغانيزم أو الفيروس. إذن في عندي أنا مثلا علاج في الـ 2009 كان هو العلاج هذا مسيطر وكان هذا العلاج فعال effective. تعالي الآن على 2019 أصبح العلاج هذا غير نافع. أصبح العلاج هذا بحاجة إلى شيء آخر حتى يقوله إنه المايكرو أورغانيزم نفسه هو قوة من نفسه. وأصبح resistant لمن؟ لهذا العلاج. Resistance occur when a drug is no longer effective in controlling a medical condition. إذن هذا الرزيستنس محدث عند ما يكون لدراج هذا no longer effective. إذن خلاص بعد هيك غير قابل على إنه يكون فاعل على المايكرو أورغانيزم أو غير قابل على إنه يعمل control على المايكرو أورغانيزم. إذن إذن no longer effective in controlling a medical condition. الشروط أو الظروف الصحية. An increase in the rate of production of an enzyme that metabolize the drug is a relatively common reason for a drug resistance. إذن هذه كمان اللي هو بعض التفسيرات إنه ليش بحصر اللي هو الرزيستنسي. إنه الإنكريز في rate of production of an enzyme اللي هو إنتاج الإنزيم أو سرعة إنتاج الإنزيم بكثرة. بتعمل في المتابولايز the drug is relatively common reason for drug resistance. إذن بكون في عندي هذا الكمون ريزن. ليش؟ لأنه الجسم أصلاً بيبلش ينتج هذه الإنزيمات بشكل غير طبيعي بأوقات أو في ظروف غير طبيعية. بتأدي إنه يصبح العلاج هذا غير فعال. لأنه هو الآن الجسم بينتجه في أي وقت. إذن ما فيه يعني العلاج لما ييجي رح يلاقي إنه ما فيه أي action من قبل الجسم للعلاج الخادم. يعني بحصل هناك إيش ممانعة وبحصل هناك resistance. Another general reason for drug resistance is the down regulation of receptors. down regulation. إيش يعني down regulation للريسبترز؟ إنه الريسبترز بتكون هي أخذت أو عملت ارتباطات بشكل أو أصالها stimulation بشكل عالي. فبدأت هذا الريسبتر تتكسر أو بدأت هذا تفقد مواقعها. فلما ييجي العلاج ما بيلاقي الريسبترز أو ما بيلاقي السايت اللي رح يرتبط عليه. فبصير عندي أنا هون إنه أو الدراجز ما أصبح إلو pharmacological effect. إذن بيكون عنا هون إنه أصبح فيه ممانعة. إذن الdown regulation occurs when repeated stimulation of a receptor results in the receptor being broken down. إذن الdown regulation إنه بيكون في عندي frequency لا استخدام أو لا للستيميوليشن بالنسبة للريسبترز. هذا بعطيني إنه الريسبترز نفسه ممكن إنه يؤدي إلى تكسيره أو تخريبه. فبصبح غير قادر على الارتباط مع أي دراجز قادم. إذن بهذه الحالة إحنا بنفقد الفاعلية بالنسبة للدراج نفسه أو بنحن فيه إنه هذا أصبح فيه مقاومة أو فيه resistance. This results in the drug being less effective because there are fewer receptors available for it to act on. إذن بهذا العملية بصير إيش إنه الدراج less effective. إنه الدراج less effective لأنه هو فقط كمية كبيرة من الريسبترز. إذن الدراجز لما يجي راح يكون عنده الفاعلية أو الارتباط إما بيكون معدوم أو بيكون قليل. إذن ما بحصل على الفاعلية المطلوبة أو الهدف أو الغاية اللي من أجلها أعطي هذا الدراج. A drug resistance may also be due to the appearance of significantly high proportion of drug resistance strains of microorganisms. برضو إنه يكون في عندي أنا المايكرو أورغانزم نفسه طور من حاله طور من شكله بحيث أصبح يقاوم هذه الأنواع أو الدراجز أو العلاجات أو المركبات الكيميائية المعطاة. إذن بهذه الحالة يكون عندي إنه نفس المايكرو أورغانزم عمل تطوير أو عمل تحديث للتركيب الداخلي إلو فأصبح يقاوم هذه العلاجات. لهذا السبب إحنا في كثير من الأحيان نظن نفكر دائما إنه المايكرو أورغانزم هو في تطور مستمر. إذن لازم يكون عندي أنا الـ antimicrobial لازم برضو هي تكون متطورة وفي شكل مستمر. إذن ما بقدر أقول إنه أنا أخذت العلاج هذا كان إفكتف خلاص هو عنده وأوقف. لا لأنه أنا عندي ممكن السنة هذا السنة الجايس أو الخمس سنوات هذه العلاج هو إفكتف لكن لبعدين شوي ممكن إصبح هذا العلاج غير إفكتف للأسباب اللي إحنا قلنا لها ومنها إنه يكون المايكرو أورغانزم أنتج سترينز يتكون هي مقاومة لهذا إذن these strains arise naturally and can rapidly multiply and become the currently predominant strains of the microorganism. إذن وهذا ممكن إنه يحصل أو إنه يحدث بإنه يكون لسترين هذا بشكل طبيعي عادي ماشي وممكن إنه نقاوم في العلاج يكون متوفرة في الأسواق لكن بأسباب مختلفة ممكن إنه يكون عندي هذا المايكرو أورغانزم يعني التعديل من نفسه وتطوير على الشكل البنائي إلو فبحدث تغيير فيه وبصبح يكون مقاوم للدراجز أو الكيميكل سبستانزز اللي أنا بعطيها أو بستخدمها. الآن ليش إحنا بدنا للنيو دراجز؟ الآن نعم زي ما أنتوا يعني بتفكروا أو اقترحتوا إنه أول شيء لأنه أنا في عندي حالة اللي هو الريزستنز اللي إحنا بنتكلم عنها. هذه واحدة. ممكن إنه أنا مع تطور العلم بحاجة إلى النيو دراج إنه يكون هذا النيو دراج يكون السوليبيليتي إلو أفضل أو أعلى. ممكن أنا بحاجة إلى النيو دراج بيكون إنه الإفكتيفنس إلو أعلى. ممكن بحاجة إلى النيو دراج لأنه بتكون التكنيكس اللي صار موجود في هذه الحقبة الزمنية أفضل. إذن عمليات التصنيع رح تكون أفضل. إذن عمليات اللي هو البروسيس الـ ADME اللي هو رح يدخل فيها البروسيس العلاج رح تكون أفضل. إذن new drugs are constantly required to fight drug resistance هذا في النتيجة الأولى أو في الدرجة الأولى. Even though it can be minimized by the correct use of medicine, the correct use of medicines by patient. إذن we need new drugs. ليش أول شيء to fight we need new drugs to fight drug resistance هذا في الدرجة الأولى. Even though it can be minimized by the correct use of medicine, correct use of medicine by patient. They are also required for the improvement in the treatment of existing disease, the treatment of newly identified disease and the production of safer drugs by the reduction or remove of adverse side effect. إذن برضو إحنا بنحتاج لعلاج يكون جديد. لا نعمل improvement في التريتمينت. اللي هو المتوفر of existing diseases. إذن في عنا حالة مرضية. ممكن نعمل improvement لهذا الدرج. أول حاجة. The treatment of newly identified disease. أو إحنا نعمل علاج للـ identified disease اللي هو الأمراض اللي نتعرف عليها حديثا. إذن لازم إحنا نعمل نكتشف نيو درج. زي ما هو الحال الآن في الوضع الراهن. إنه في عنا إحنا فيروس طور من نفسه. طور من شكله. إذن بحاجة إنه يكون فيه هناك أبحاث تكون شغالة على إنها توجد علاجات لمثل هذه الأمراض. and the production of safer drug. أو إذا كان عندي أنا مثلاً إنه خلاص الأمور كلها. أنا بدي علاج جديد لأنه بعض الأحيان بيكون في عندي أنا علاج في low margin of safety. أو في عندي إنه level of toxicity. فأنا حتى تأليفيت هذا level of toxicity. لازم أعمل أبحاث جديد لأنه ممكن إنه أنا أطور علاج إنه يكون في الـ effective عالي ويكون عندي السمية أقل قليلة. إذن في هاي الحالة أنا حققت شيء جديد إنه أنا قللت من السمية قللت من side effect. إذن برضو هذا بحد ذاته برضو نوع من الأبحاث إنه أشتغل عليها وأطور عليها حتى أنا أتنتج نيو إدراج. طيب. إدراج discovery and design a historical outline. طبعاً راح نتكلم عنه بشكل مختصر. إنه since ancient time the people of the world have used a wide range of natural products for medicinal purposes. إذن لو رجعنا إحنا لأصل العلاج أو لأصل الدواء هو راح يرجعنا للحياة التاريخية أو اللي هو folklore medicine أو اللي هو الطب الشعبي أو الطب الطبيعي. طبعاً هذا النوع من الطب كان سائد في حقبة من الزمن يعني مش بعيدة كثير يعني حتى ما زال للآن أثرها ممتد. إنه كانوا يعالجوا أنفسهم أو المرضى كانوا يعالجوا أنفسهم باستخدام الطب الشعبي أو باستخدام الأعشاب أو باستخدام بعض الخلطات. في بعض الأحيان كانوا يستخدموا اللي هو الأشياء الروحانية. إنه ممكن يكون إنه هذا مثلاً شخص مصاب بشيء روحاني لآلهة غضبانة عليه أو شيء. فكانت هذا نوع برضه من أنواع العلاج أو الطب المستخدم في هذه الأزمنة أو الزمنة. لكن إحنا بنركز على اللي هو استخدام ال natural products. ال natural products إلو يعني استخدام استخدام عالي واستخدام كبير. ال natural products إنتوا عارفين هي مركبات طبيعية أو المستخلصات من المركبات الطبيعية. إذن هذه المركبات أو هذه الأدوية الطبيعية أو العلاجات الطبيعية مستخلصة أو مأخوذة من اللي هي إما يكون الأنمال أو طبيعية الأنيمالات الاحت scrap principles. or Valicium ايضا 뻔مى أن مستخلصات أو مركبات مأخوذة من الإملاع أو webinar أو طبيعية الأنيمال أو طبيعية أم vino روحة الس swint الصخور من بعض الأحيان وجدوا إنه هذه المستخلصات كان إلها effective أو very effective إذن however many of the products were very toxic as well إذن بعض المستخلصات برضو اللي كانت تأخذ خصوصا المستخلصات اللي هي بين المنيرال سورسز كانوا بعض الأحيان يستخدموا أملاح معينة لعلاج بعض الأشياء مثل بعض الحروق بعض الأمراض أو بعض الالتهابات صح هي كانت هي very effective لكن وجدوا إنه فيها نسبة عالي من الheavy metals وهي اللي بتأدي إلى toxicity إذن The compound on which a development is used or is based are now known as lead compound إذن الآن هذي المركبات اللي هي كانوا يستخلصوها من النباتات أو الحيوانات أو المينيرالز اكتشفوها لقد دام شوي إنها هذه المركبات فعالة فعزلوا هاي المركبات إذن الآن المركبات المعزولة هذه اللي هي إلها فاعلية أطلقوا عليها اسم lead compounds إذن إيش lead compounds؟ إذن هو المركب القائد أو هي المركبات اللي بتتقودهم إلى شيء إذن هذا lead compound كان يعطي الباحثين إيش يعطيهم hint أو يعطيهم بصيص أمل إنه هذا النوع من المركبات أو هاي الشكل أعطاني فاعلية إذن هو lead compound إذن هو قائد إذن هو بدي يقودهم إلى وين؟ بدي يقودهم إلى إنتاج مركبات مشابهة لهذا المركب بحيث إنه يكون في إلها أعلى فاعلية ويكون إلها إيش أقل سمية طبعاً هاي المركبات اللي الآن بتها تنتج بالاعتماد أو بالنسخة عن lead compound إلها اسم اللي هي وإحنا رح نطلق عليها اسم اللي هو الانالوجس إذن while the synthetic compound developed from a lead are referred to as its analogous إذن الآن في عنا مصطلحين نعرف نعرف إيش هو lead compounds إذن هو المركب الأصل المستخلص من النبات أو الحيوان أو المارين الانالوجس هو synthesized compound المشتق اللي هو divide أو developed from lead compound إذن الانالوجس هو الش المركب المستخلص أو اللي هو المشتق أو المتطور أو المطور من lead compound وهو على الغالب رح يكون synthetic compound الآن the work of the medicinal chemist is centered around the discovery of new lead compounds with specific medical properties it includes the development of more effective and safer analogs إذن الآن المدicinal chemists قاعدين بيشتغلوا حتى إنهم يكتشفوا a new lead compounds with specific medical properties إنه يكون هو متخصص أو فيه إلو يعني علاج متخصص لشيء معين ومنه يبلشوا يعملوا تطوير أو تعملوا synthesis لأمور effective and safer analogs إنه يعملوا مركبات تكون أكثر فاعلية وأقل سميوا هذا الهدف لهم ومن ضروره from both these new and existing lead compound من هذا lead compound اللي موجود إذن البروسس العام اللي بيشتغلوا عليها إنه الآن بيكون في عندي مثلاً disease معين بشوف من ال natural product إيش مركبات ممكن أو إيش بلانت ممكن إنها تعطي فاعلية بعمل استخلاص للمركبات اللي موجودة وبقيس الفاعلية إلها إذا وصلت لمركب إنه هذا الفاعلية فيه هذا بيكون هو lead compound من نسبة إلي الآن دور المدسين الكميست إنه إيش يعمل إنه يأخذ هذا lead compound يبدأ يغير في الفونكشن الجروب يبدأ يغير في البوزيشن لهذا المركب حتى إنه يوصل لأعلى فاعلية وأقل سمية الآن however في عندي اللي هو Ehrlich at the beginning of the 20th century had recognized that both the beneficial and toxic properties of a drug were important to its evaluation إذن Ehrlich or Ehrlich هو اكتشف إنه الفاعلية والتوكسيسيتي هذو الأهم شيئين ممكن أنا أقيسهم بالنسبة لأي مركب He realized إذن هو أدرك that the more effective drugs showed a greater selectivity for the target microorganisms than its host إذن في هذا قبل 20 century هذا العالم اكتشف إنه أفضل علاج اللي بيكون إلو selectivity للmicro-organism مش للهوست بمعنى إنه العلاج الفعال إنه بيكون هو بس يقضي على الممرض اللي هو الميكرو-organism وما بيأدي إلى أي تلف أو أي خسائر في الهوست أو اللي هو السل اللي حامل للمرض هذا إذن Ehrlich popularized the concept of a magic bullet اللي هو كان في عنده فكرة إنه يكون عنده magic bullet and selective toxicity وهو اللي هو a drug that kills harmful microbes without damaging the host إذن هذه هي كانت فكرته من قبل اللي هو في 20th century في الغرن العشرين إذن هذا العالم بدأ في الأفكار هذه وبلشت تطور هذه الأفكار حتى وصلنا إلى الconsequently إذن consequently بشكل متصل to compare the effectiveness of different compounds he expressed that drugs selectivity and hence its effectiveness in term of its chemotherapeutic index which he defined as إنه الكيمotherapeutic index هو عبارة عن minimum curative dose على maximum tolerated dose إذن الكيمotherapeutic index عرفها بأنها هي minimum curative dose على maximum tolerated dose إذن الآن منه اللي هو اشتقوا الtherapeutic index إنه هذه الamount at which the drug is effective أقل قيمة أو أقل تركيز بيكون هو الدراج عنده effective وما بين إذن هو الفرق ما بين هذول أو هذي على هذي إنه amount at which the drug is toxic كم هي الamount إنه الدراج بد يكون فيها toxic هذا اللي هو الtherapeutic index إذن هذا هو الtherapeutic index إذن هو أقل dose ممكن يأخذ ويكون فيه إلو علاج أو فيه إلو dose curative على اللي هو tolerated dose أو اللي هو amount of drugs is toxic بيكون toxic منه today اللي هو Ehrlich's chemotherapeutic index has been updated to take into account the variability of individuals and is now defined as its reciprocal the therapeutic index or ratio إذن من هون من اللي هو الكيمotherapeutic index اللي وضعها إيرليك الآن أصبح يتداول الtherapeutic index اللي هو تعريفه lethal dose required to kill 50% of the test animal أو اللي هي LD50 over the dose producing an effective therapeutic response in 50% of the test sample اللي هي ED50 إذن بالمختصر أن الtherapeutic index هو LD50 على ED50 lethal dose 50% على effective dose اللي هو 50% in theory the larger drug therapeutic index the greater is its margin of safety إذن في الكلام النظري إنه larger في therapeutic index إذا كان therapeutic index عالي أو كبير إذن هنا إحنا بنتكلم عن في عندي margin of safety أو greater margin of safety إذن بكون عندي اللي هو مساحة الأمان بتكون عالية however in a practice or a practice index value can only be used as a limited guide to the relative usefulness or usefulness of different compounds إذن نشوف الشكل اللي عندنا هون بالنسبة للselective toxicity إذن أنا في البالنس هذا موجود في عندي l-efficacy أو l-effectiveness وموجود عندي toxicity إذن في عندي أنا هون balance هذا البالنس لازم أنه يكون في عندي أنا متوازن أنه يكون عندي effective و التوكسيسيتي طبعا التوكسيسيتي أنا ما بقدر ألا كونه بتعامل مع drug وبتعامل مع chemicals ما بقدر إنه يكون في شيء non toxic لكن أنا بقدر أعمال إنه يكون عندي треть قليلة بحيث إنه يكون عندي التوكسيسيتي قليلة أو بيكون في عندي margin of safety إذن التوكسيك بساوي اللي هو التوكسيك دوز على التيرابيتيك دوز تمام الآن بدي أخذ آخر دقائق